هذا الخلاص اللي هو كمان عبارة عن النور اللي بيفضح الظلمة نور الخلاص وإذا بتلاحظوا من زمان يعني كأول خدمة في العالم برنامج تلفزيوني من 37 سنة بتدينا الخدمة نور لجميع الأمم وكانت الفكرة بتذكر كنت بمشي على ضفاف بحيرة طبرية وأجتني الآية اللي بتقول الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور وبعدين الآية اللي رب تكلم فيها مع بولوس أقمتك لتكون نور للأمم وخلاصا إلى أقصى الأرض وآمنت بهذا الوعد وامتلكت هذا الوعد واليوم أحبائي نور لجميع الأمم يشاهد في كل العالم وخلال هذه السنين الطويلة شفنا مئات الألاف إذا مش ملايين اللي رجعوا لنعمة الخلاص بالرب يسوع المسيح المسيح كمان أحبائي ليقضي فلأنه هو في رجاء يقضي بالحق فالمسيح هو الحق والمسيح هو برنا كما يقول الكتاب المقدس من أجل هذا المسيح هو اللي بيعطي هذا الرجاء غياب الرجاء يحطم الحياة واليوم للأسف في كتير ناس عم تنتحر أعداد كبيرة نسبة الانتحار في هذه الأيام بشكل عالي ومش بس نسبة الانتحار نسبة الناس اللي بتتمنى تموت وبتتمنى الانتحار يعني فكريا بس مش عم بيعملوها فعليا لكن بيتمنوا الانتحار الأعداد تفوق الخيال والتصور للأعداد الكثيرة اللي بتتمنى الموت وبتتمنى أنه ما تعيش ولا تشوف هذه الأوضاع القاسية ولا سيما اللي عندهم أولاد فإذن أحبائي الرجاء هو النظر بثقة بتوقع أيضا الرجاء هو الشيء مستقبلي إحنا مننظر للمستقبل أنه الله حقق وسيحقق فهي نظرة في الإيمان وطبعا مثل ما بيتكلم في رسالة تقروميا بتكلم عن الخلاص بقول لأننا بالرجاء خلصنا إحنا خلصنا بالنعمة إخلصنا بالإيمان بس على أساس هذا الرجاء الرجاء المبارك أنه إحنا مع يسوع في يسوع ولنا يسوع والحياة الأبدية الثقة في الحاضر أنه صار عندنا الحياة الأبدية وعلى أساس هذا الرجاء مثل ما بقول الكتاب خلقنا واتكلمنا عن إبراهيم إبراهيم اللي فعلا من خلال الرجاء والصبر والتوقع والتأني عرف إله إله حي وثق في إله يمكن مرات تصرف بسلوك جسدي لكن كان إيمانه قوي وأصبح هو أبو المؤمنين يعني هو العلامة للإيمان للناس اللي بتيجي لشخص المسيح يسوع إبراهيم وثق في الرب وثق أن الله رح يعطيه ابن والرب يعني وآمن على خلاف هذا الرجاء والرب بارك هذا الرجاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر